اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها هي هند بنت ابي امية المخزومية كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند اخيه من الرضاعة الرجل الصالح ابي سلمة بن حبد الاسد المخزومي وهي رضي الله عنها من المهاجرات الاول تحملت مع زوجها ابي سلمة اصناف العذاب والاذى من القريش ثم هاجرى الى الحبشة بعد ان اذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فنالوا ما نالوا من المصاعب في هجرتهم وعند هجرتهم الثانية الى المدينة المنورة فرقها قومها عن زوجها وابنها فبقيت رضي الله عنها في مكة مضحية في دينها وصابرة على الالم قرابة السنة حتى سمحوا لها بالهجرة والتي قامت بها وحيدة صابرة عناء السفر الى ان لقيها عثمان بن صلحة واوصلها الى المدينة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة اربع من الهجرة وكانت من اجمل النساء واشرفهم وكانت ام سلمة رضي الله عنها سببا في نزول العديد من الايات القرآنية والتي كانت اجوبة على تساؤلاتها العقلة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي من اشارت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ان ينحر ويحلق دون ان يكلم احدا حتى يتبعه اصحابه في ذلك كانت ام سلمة رضي الله عنها اخر من مات من امهات المؤمنين عمرت حتى بلاغها مقتل الحسين فوجمت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا وما لبثت بعده الا يسيرا حتى توفيت رضي الله عنها مرحبا بكم من جديد بعد ما تعرفتنا على احدا ومعات المؤمنين اللي نتكلم عنها اليوم هي ام سلمة عند ابن ابي ومية المخزومية احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين والنبي الإسلام قيل انها اول امرأة خرجت مهاجرة الى الحبشة لنتعرف على تفاصيل اكثر وعن حياة ومواغذها مع النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم شرفنا ويشرفنا ايضا زيارتكم في مجلس يتحدث عن امهات المؤمنين رضوان والضاهي عليهم بداية احمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وسلم على المبعوث رحمتين العالمين يطيب لنا هذا المجلس ونحن نتذكر سيرة بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي كنا معه آمن به صدقنا به هاجرنا معه وجاهدنا معه بذلنا كل ما في وسعهن من اجل اعداء كلمة الله عز وجل ويقامة هذا الدين فكنا النموذج الحية في الحياة الاجتماعية الميدانية سواء تجسد ذلك في معاشرتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمامهن ببيوتهن أو تجسد في آخرهن من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وترويهن من العلم الشرعي ونشرهن لذلك أو تجسد في حضورهن المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجسد في نصحهن للمجتمع وبدلهن الوسعى والغالية من أجل أصلاح هذه الأمة وما أم سلمة التي بين أيدينا إلا نموذجا حيا لهذه المجالات كلها فلنتعرف على أم سلمة نسبها حياتها زواجها من أبي سلمة ثم هجرتها الأولى إلى الحبشة وهجرتها الثانية إلى المدينة ثم زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفها معه صلوات ربي وسلامه عليه أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزوم أبو أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر المخزومي كان يكن بزادي الراكب لكرمه وإنفاقه فعرف بهذا اللقب في الجاهدية أمها عاتكة بنت عمر أم سلمة تزوجها أم سلمة من السابقة إلى الإسلام أسلمت من الأوائل الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا به في بداية اضطهاد المؤمنين في الفترة التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة صبر وابتلاء الفترة التي قال عنها أبو سفيان لما سأله هرقد الروم أيرجع أحد منهم سخطة لدينه قال لا قال تلك بشاشة الإيمان حين تخالط القلوب فترة لم يكن فيها نفاق من الارتداد أهلها الذين آمنوا في تلك الفترة ذاقوا أشد العذاب وفروا بدينهم ومع ذلك لم يرتد أحد منهم سخطة لدينه ولم يظهر فيهم نفاق وإنما صبروا وتحملوا وثبتوا على الحق فكانت أم سلمة من الأوائل الذين ثبتوا وعلى الحق من الأوائل الذين صدقوا من الأوائل الذين فروا بدينهم فرارا من تعليب قريش لهم فخرجت مع زوجها أبي سلمة عبد الله عبد الله بن عبد الأسد ابن هنال المخزوم خرجت معه مهاجرة إلى الحبشة ثم ظلت معه أنا ذلك هناك حتى هاجر ظلت معه هناك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرجت معه مهاجرة إلى الحبشة فأقامت هناك وقد روت لنا أحاديث أحاديث هجرة الحبشة وما لاقى صحابة الله صلى الله عليه وسلم من تكريم عند النجاشي ومتابعة قريش لهم وإرسالهم عبد الله بن عبد العاص في طلبهم روت ذلك في أحاديث كثيرة خرجت مع زوجها أبي سلمة ثم عادت إلى مكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أعدت عدتها هي وزوجها ليتبعانه إلى المدينة مهاجرين إلى المدينة فأعدا رحلهما وانطلقا بولدهما سلم لتحدد ذلك قصة عجيبة فيها من صبر أم سلمة وثباتها الشيء العجيب فلما انطلق بها زوجها أبي سلمة غضب أبناء عمومتها وقالوا لأن غلبتنا على نفسك فهذه ابنتنا لن تخرج معك وعندئذ أيضا غضب ابن عم عبد الله زوجها أبي سلمة فلما غضبوا قالوا إن مسكتم ابنتكم فسنمسك ابننا فتنا زعوا لابنه حتى خلعت يده فكانت في تلك الفترة انطلق ابو سلمة مهاجرا إلى المدينة وحبسها هي أهلها وفرق بينها وبين زوجها وابنها سلمة فكانت تنطلق في كل يوم إلى المكان بطحاء فتنطلق فيها فتظل تبكي حتى يأتي المساء مرت بذلك مضت على ذلك قرابة سنة أو قريب من السنة فلما رق لها أحد ابناء عمومتها فقال ألا ترون ما فعلتم بأم سلمة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها وشفع إليهم أن يتركوها تلحقوا بزوجها فخرجت أم سلمة على رحلها وقد أسلم لها ابن عم أبي سلمة ابنها سلمة خرجت مهاجرة وحيدة قالت من لقيته في سفري أتبلغ به حتى أصل إلى المدينة معنى يعينني في الطريق حتى أصل إلى المدينة فلقيت رجلا كان من أعف قريش من أعف العربي وأكرمهم كما قالت لما أرى رجلا أكرم من عثمان بن أبي طلحة قال إلى أين قالت أريد المدينة أريد زوجي سلمة بالمدينة قال أمعك أحد قالت ما معي إلا الله وهذا الطفل الصغير إذن قالها ما تفن بد نرفودك كان رجلا كريما عفيفا تحدث عنه فتقول لم أرى رجلا أكرم منه ولا أعف منه فأناخلها البعيرة فكان إذا أناخلها البعيرة لتركب تنحى حتى تركب ثم يرجع فيأخذ بخطام البعير حتى أوصلها إلى منازل قباء فقال زوجكم هنا فانطلق إلي فوصلت أم سلمة المدينة ووصل معها ابنها سلمة واجتمع الشمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقعت غزوة أحد بعد ذلك فشارك فيها زوجها أبو سلمة فجريح في غزوة أحد ولم يستشفد في تلك الغزوة حتى كان من السنة الثالثة أو الرابعة الهجرة انته قضى ذلك الشرح فكان سببا لوفاته رضي الله عنه وأرضاه وكان مما أخذت من أبي سلمة أنه حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول أَلَّهُمَّ إِشْرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْنِي خَيْرًا مِنْهَا إِدَّا أَخْلِفَهُ وَأَخْلِفْنِي خَيْرًا مِنْهَا قالت فلما فقدت أبي سلمة قلت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه أَلَّهُمْ إِشْرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْنِي خَيْرًا مِنْهَا ولم تكن في تذكى الدحوات تتوقع خيرا من أبي سلمة فخطبها في بعض الروايات خطبها عمر المخطاب وأبي بكر الصديق ورفضت الزواج منهم ثم قدم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت استأذن علي وأنا أدبغ إيهاب فرفعت يدي من الإيهاب ووضعت له وسادة من أدم فجلس عليها فخطبني عند نفسي وهون ده يظهر موقف ثاني أيضا مواقف تحمل أم سلمة المسؤولية حدثته فقالت لا يخفى نهائيا رغبتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حدثته عن مسائل ثلاث ذكرت شدة غيرتها وذكرت كبر سنها وذكرت عيالها فكان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكرت منها مخافة أن تقع فيما لا يرضدها عز وجل القوم لهم مستوى من الاقتباط بالله عز وجل جعلهم يخافون دائما من الوقع فيما لا يرضدها عز وجل رغم أن يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ومع ذلك تتذكر غيرتها فتقول أخاف أن يصدر مني ما يغضبك فيغضب الله عليه فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أما الغيرة فسأدعو الله أن يذهبها عنك وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وأما كبر السن فهو حالي وحالي وأما العيال فهو عيالي عيالك عيالي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة للهجرة شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات عدة منها المعيصع ومنها حنين منها الحديبية شهدت غزوة الحديبية شهدت قبل ذلك غزوة الخندق شهدت غزوة فتح مكة شهدت غزوة حنين ثم كان لها موقف رائع وحكيم في رفع العذاب عن هذه الأمة وفي استجابتهم لأوامر المصطفى صلى الله وسلم تدركون جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج معتمرا إلى مكة في غزوة الحديبية واصطلح مع قريش على تلك البنود التي ظاهرها وظاهر معظمها أنها بنود ليست في صالح المسلمين لأن فيها أن يرجعوا من عامهم هذا منهم ما يعتمروا في ذلك العام وإنما يعودوا من العام المقبض وفيها أيضا من هذه البنود أن من ارتد من المسلمين تتلقفه قريش وأن من خرج من المشركين مؤمنا أنه لا يقبله المسلمون ولا يؤونه وإنما يردونه وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة مخرجا من ذلك كله وهذه البنود كان لها أثر متين على الصحابة وقد قددوا هديهم وخرجوا معتمرين فوقعت البنود فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا هديهم ويتحدلوا فأبطأوا في الاستجابة فدخل مهموما على أم سلم فكان رأيها فيه بركة على أهله أمه وكان رأيا حكيما ودفعهم إلى الإقبال على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحلق رأسك إنحر هديك ودعو حارقك ولا تكدم أحدا فامتدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي الذي أشرت به أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فنحر هديه ودعا بحارقه ليحلق له فبادر المسلمون حتى كاد يقتل بعضهم بعضا بادروا إلى بادروا إلى نحري وإذا الحلق تحللوا لها مواقف كثيرة رمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة واثمانين حديث كما قال الذهب هذه ثلاثمائة وثمانون حديثا فيها كثير من الأحاديث عند أحكام فنقلت لنا كيفية غسل مصطفى صلى الله عليه وسلم نقلت لنا بعض الأحكام الخاصة التي ينقلها إلا أمها تؤمنها عن رسم الله صلى الله عليه وسلم كما نقلت لنا أحاديث كثيرة عند هجرة وأحاديث متعدقة بأحكام النساء نقلت كثيرا من الأحكام في هذه ثلاثمائة وثمانية حديث كانت من أطول صحابة أعمارا بارك الله في ذلك العمر حيث بدغت تسعين عاما توفيت ستمية واثمانين أظن بعد تسعين عاما رضي الله عنها وأرضاها إذن شكرا جزيلا من أستاذنا الكريمة على هذه الحديث ممتشى حقيقتها من أمي سلمة ومشاهدين الكرام إن شاء الله تبعدوا استفدتم من هذه الحرقة واستفدتم من حديث ضيفتنا على أحدى أمهات المؤمنين نسترجعكم الله إلى حرقة قاجمة وصحابية واحدة أمهات المؤمنين لين تحضركم عنها ديالي لكم حين دمتم في إيران الله اشتركوا في القناة